الضغط على زر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الانتحارية لم يكن بعيدا عن تهديدات غرف القرار الإيرانية تنفيذا في الساحات العراقية قصف جديد شمال العراق بعد تهديد قائد فيلاق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني وتواليا يتجدد القصف الإيراني تباعا وتزامنا مع القصف التركي التي بدأت به أنقرة ضمن عملية المخلب السيف التي تستهدف حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان في أقل من أسبوع إذن لم تضع طهران ومثلها أنقرة أي حسابات للدبلوماسية مع العراق واحترام سيادته أو ردود أفعاله الأشهد خطرا على ميار عودة حسابات التصفية الخارجية في الساحة العراقية بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى في العام الأخير الذي مر على البلاد بنسدده السياسي بما يعني بحسب محللين بمثابة عمليات كسر العظب من قبل إيران وتركيا للإرادة العراقية وحكومتها والأخيرة تقف اليوم أمام تحدي يتمثل بالتساؤل عن إمكانية تحقيق أهداف المنهج الوزاري في صناعة استقرار الأمن العراقي الذريعة لم تمر على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تلك التي تتحدث بها طهران مبررة قصفه المتواصل ضد أهداف كردية معارضة للنظام الإيراني ذريعة تعارضها حكومة كردستان مؤكدة أنها تصنع فوضى في خطوط علاقات الجوار بما يؤثر على معادلة الاستقرار في المنطقة مواقف منتظرة من حكومة البلاد على وقع نداءات عاجلة من أهل المناطق التي تتعرض لخطر القصف الإيراني والتركي سيما مع تهديد تركي جديد يتجاوز مرحلة العملية العسكرية الجوية إلى البرية ومثلها فعلت طهران بالاجتياح البري الذي هددت به بغداد في حال لم تحقق الأخيرة شروط إيران المتمثلة بضبط واقع الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني اشتركوا في القناة